السلام عليكم اسم امير رغيب مستشار في تكنولوجيات الحديثة مؤسس شركة رغيب اي تي وكذلك صانع محتوى المسيرة ديالي مع صناعة المحتوى بدأتها في سنة 2009 كاقدم يوتيوبر مغربي حيث انه منذ 2009 او الى حدود الساعة انشر محتوى متعددة بمجال التقنية تم تكريمي سنة 2015 من طرف سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بجائزة رواد التواصل الاجتماعي وحصلت على مجموعة من الجوائز الاخرى سواء الوطنية او الدولية اولا مسألة الانتقاد بدأت منذ الاول ظهور ليا اولا بدأت بالسخرية لانه بطبيعة الحال ما كانت يعني كنت يعني من اسرة فقيرة فما كانش عندي الامكانيات باش اناه تكون عندي كاميرا او لا يكون عندي مكتب او لا يكون عندي يعني بعض الادوات اللي تسمح لي باش يكون واحد الظهور جيد امام الكاميرا فكانوا الناس كانوا كي يسخروا من الصورة اللي كان اعطيهم من الشكل ديالي وكذلك حتى من الانفوغ مصنون لك انت بارتاجه انه هذا السيد هذا غير يجيك يفهم علينا هذا غير يسعلي الفهمة دياله واحد النهار ومن بعد يعني القتراسي انه مرة في كل مرة يخرجوا شائعات كل مرة قد خرج كانت احد يعني شائعات كبيرة كان انه انني كنت اتعامل مع اسرائيليين شوية كانت خرجات ثاني اشعة اخرى انني اشتغل مع شي ممطمة ماسونيين عاد ثاني خرجات اشعة اخرى انني كانت اشتغل مع النظام المخابراتي يعني كل مرة كي خرجوا لي شائعات وكان للأسف يعني كان اللي يحسدك كاللي تغير منك كاللي ما حاملكش وانا كان نقدر هذا الشيء لانه بطبيعة الحال واحد يشوفك بحالك بحالوك يشوفك انتك يوميا كيبان يعني انه امام الكاميرا يعني يوميا كيبان هذا التطور ديالك هو جالس في مكانه وما كيتطورش حناليا لك انه سيناظروا يعني انتقلنا من تقنية على اليوتيوب الى التقنية في عرض لواقع بانشاء شركة متخصصة في تحليل بيانات الرقمية والامل المعلوماتي والبرمجة يعني والحمد لله يعني يعني كلما يعني التفت الى الوراء الا وكان قول الحمد لله لانه كان حسب انه من تقدم الى تقدم هذا شي جاني حب انا المجال ديال المعلوميات بالصفة عما هو واحد المجال ديال الحب لانه هو يعني من اللي تعرفت على هاد الجهاز العجيب سنة الفين يعني طبط بواحد الحب غريب بيه وبالتالي فطبع الحال لانه الامكانيات ما كانتش متاحة انا داك باش يكون واحد يعني مشاهدة فيديوهات على اليوتيوب من اجل التعلم وما الى ذلك فكانت مسألات ديال يعني كناك نحاولو نوعا ما نشوفو مجلات او لا كتوب او لا كذلك ام بريمي وراي قلات لي انه ما كانش من السالة انا داك باش انك ته هاد الهواز ديالي بهذا المجال واللي خلاني انني تعمقت فيه بشكل كبير بدنا بالهاردوير تقلنا بالصوفتوير تعرفنا على الصوفتوير وحكم الانعزال ديالي وشخصيتي اللي كانت مغير اجتماعية حبيت بحجال اخر ليسمي تول هاكين ومشيت بهذا المجال هذا من بعد يعني لقيت راسي في 2009 غادي نقرر انه ندير واحد القناة اللي نشارك فيها نوعا ما تسكي وانفي كلاسيك يغيتي لانه في الاول قناة المحترف لم تكن قناة المحترف كانت قناة محترفي الحماية فبكون اننا ولينا كان اضرو في مواضع متنوعان انتقلت الى قناة المحترف اما في الاول فكانت محترفي الحماية وكنا نضرو فقط على امل المعلومات للأسف للأسف الشديد ما يقع الان هو يعني الركود وراء المال وجاني الارباح بشكل سريع فليك يكون شخص ما عندهش قيم وما عندهش مبادئ فطبعي الحال هو مستعد يدير اي حاجة باش يقدر يوصل الهدف دياله الناس ولو كيبرروا هاد الافعال الشنيعة بانها مسألة ديال الفقر وانه بل حتى بعض الناس ولو كي حاولوا انهم يسمع لنا مسألة ديال انا قدرت فيديو قدتلكم تعاونوا معايا ما قدوش تعاونوا معايا غاد انترى وانترى انترى 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 لا يمكنها أن يتركوا أنهم تقوموا بها في مدى مغربية كيف تحعلوا أنهم يشاهدوا أنهم يشاهدون أجانب وإننا نعرف أنهم لا نضرقوا في الغربة الصمعات في الخليج يشاهدون هده لهم تتأكد لهم تلك الأشاعة يعني أنا مثلا أختي المختارة أو مرطي المختارة أو أي مختارة مختارة سوف تذهب لدول الخليج سوف يحسبها هو الإعفن الذي يبن في يوتيوب لذلك تطلبه بالتدخل لآجل لأنه يجب أن يتعاقبوا على هذا الشيء الذي يفعله لأنه إن فهو سوف يتعاقب واحد أو جوج أو ثلاثة الناس كل شيء سوف يدخل صق راسه وكل شيء سوف يحترم راسه وسوف يقول له الفضاء الأزرق المغربي وسوف يقول له الفضاء اللي هو النقي هذا ليس أول فيديو درته مجموعة من الفيديويات وهذه الفيديويات اللي درت يعني كلها أستنكر فيها ما يحصل ولكن باش توصل المسألة أنه يعني الزعامة كما كنقوله أنها توصل الواحد السيدة ستتعرى وستبرز أمام الملأ فهذا راها كمة الواقحة وأنا أحدثك الآن تطقيوني الناس في انستغرام على فيديو أخرى تأكلوا بورازها را صادم هاتش اللي كنشوفه را صادم هذو ناس را عندهم مشاكل نفسي هذو ناس را عندهم مشاكل نفسي هذو ناس را عندهم يتعالجوا عيواض أنهم يبدوا يخرجوا لنا هذو الخارجات هذو اللي كتستفز نحن هو كتستفز للمشاعر دينا صور عنا نصباح حل حل انستغرام داخل علاج المصيب هالك حلا هذا الشيء خاص يدار لي واحد تأطير خاص يدار لي واحد تقنية خاص يدار لي واحد تدخل عاجل باش هذو الميكروباط لانه هذو ناس را ماشي عاديين هذو ناس را ميكروباط لانهم يتنقى منهم الويب باش نعطيه واحد سطورة زوينة للبلد دينا أمام الأجنابي اللي بطبيعة الحالم اللي يكتب المغرب ولا المغاربة ولا مغربية يكتبها في يوتيوب واللي يكتبها في جوجل ما يطلعش لي بحال هذا الخماج هذا وهذا الشي اللي الإشارة رغي ضايرا من ضواهر أخرى خفية وهي الظاهر التعري مقابل المال في بعض التطبيقات لانا اطالب المسؤولين انهم يمشوا رقبهم وانا سنسميهم باسماء ديالهم تانجو بيجو لايف هذو تطبيقات خاطرة را الناس يمارسون الضعارة مقابل المال انتلاقا من هذو تطبيقات وكي يتعرى وكي يخدوا فلوس عن طريق هدية فهذا را تاني واحد الموصيبة كحلاة اللي الناس ما عارفيناش را كينين كينين عندو 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 الابنة دياله ما دوم الحالة التانية اللي دازو ابنة دياله تتقرى الطيب وتتعرف هاتطبيقات باش تاخد فلوس هاد شي خطر وتم استدلاجهم طرف طالبة أخرى يعني هاد شي را كينتاني في المجتمع را غير الناس ورا قديم انا بعدها اتششتو في الفين وسبعتاش ورا قديم يومينا هادا الناس كيتخلصو كيدوزو لهم فلوس ولو كيشتغلو فعض الحوء العهر الالكتروني ليهو كدلك يسئل البلاد واكترية الزباناء هم خليجيين هاد شي اللي كينتاني تبتا واحد ما كينتاني على الارباح الحقيقية هو الارباح كتوصل كاللي كوصل عشرات المليون تسانتين في الشهر وكاللي كيديرو تاني الكوبراثون يعني كوبراثون بعشرين مليون تلاتين مليون هاد شي كينتاني اللي كيدير ما يسمى بالجيباوي يديري بالكاللي خمسين مليون ستين مليون لكن يدفوله في الشهر انها كل شهر كما ت عارفوا كان رباح خمسين مليون ستين مليون يدخلها ستكون واحد ثلاثة المليون اربعة المليون هذه اقل الحاجة وتمشي تطلع عشرات المليون وقدر قاعد يتجاوزها بعض الاحيان لا لا صراحة يوتيوب كما يشوفون الناس ما قدتش مركز عليه بكوننا احنا كنظرو فانا انتقلت من المواقع الى الواقع فانا عندي شركة وعندي كذلك شركات يعني اللي انا مسؤول منها يعني شوية اكتره ليشارج موقعنا اشكال الوقت باش نصوره ولكن هذا يعني ان احنا متواجدين شكل يومي في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لحكم انها سهلة فمثلا انا انستغرام ولا يوتيوب ولا فيسبوك ولا يوتيوب كذلك من طرقا من شورتس فانا كان شديد تريفو نصوره اما فيديو في يوتيوب فوره سيطاب كما احنا الان واحد سيطاب يعني كاميرات احترافية صور الصوت خصوصي يكون قيلة فهو موجود نوعا ما اللي ما بقاش قادر علي انا شخصيا وكذلك اه نوجه تحية الجميع المتابعي قناة لالا العروسة وكذلك صفحات لالا العروسة الاجتماعية شكرا مجلة لالا العروسة اخبار حصرية بجودة عالية لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الاخبار بحيث الاشتراك في القناة خارج طوال جنود 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 جنود